اشتركوا في القناة انتم مغلوب على امركم اسكتوا وهارون الرشيد في القصر الجمهوري والشيعة تصفق له والامام الكاظ في السجن سبع سنوات سبع محرمات سبع اربعينيات الى ان قتل الامام ووضعه هارون الرشيد على الجسر وقال هذا امام الرافضة نعم هنا جاءت الشيعة شنو تشيع طلصف شادر هذا تأريخنا والكربلاء كربلاء تشهد على ذلك تشهد على ذلك اذا لا بد لمن يريد ان يكون مع الحسين في ركبه ومعسكره ان يكون اليوم عاشقا اولا للشهادة لان الامام الحسين ما كان يريد علماء وياه ولا كان يريد ابطال ولا كان يريد مثقفين ولا كان يريد مثلا اغنياء الشاق شهادة من كان بادلا فينا مهجة موضنا على لقاء الله نفسه هذا فقط فليرحل معنا ان يكون عاشقا للشهادة مضحيا من اجل الدين يبحث عن الحق اينما كان اسمعوها جيدا من مخلص يبحث عن الحق اينما كان وينصر الحق اينما كان ويعاد الباطل اينما كان اينما كان وطني غير وطني عد رب العالمين ما قول لا عشيرة لا وطن لا قومية لا حزن الحق صعب اين العشائر في كربلاء هل جاءت عشيرة ونصرت الحسين ابدا افراد افراد اذا علينا اليوم اليوم ان نعرف حسين ونعرف شمر زماننا مو فقط نعرف الحسين نعرف شمر زماننا اما اذا كان ميزاننا وملاكنا ومعيارنا للانسان الحسين العاشراء الفاظ فقط ومشاعر فقط وشعائر فقط فبلا شك هكذا امة قد تزور الحسين في حرمه وضريحه وقد تمسك بالضريح وتقبل الطريح ولكنها في نفس الوقت قد تحمل السيف ضد من ينصر الحسين ويرفع راية الحسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة